اشتركوا في القناة لاعب النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي المصري ونادي الاتحاد واللي ضرب العديد من النوادي وكان مدرب للمنتخب الاردني في فترة من الفترات فخليكم معنا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا محطة التدريبية المهمة جدا للمدير الفني الجديد للمنتخب المصري بعد الاطاحة بالمدير الفني ردني فبعد مسيرة تدريبية وصلت الى 16 عام اخيرا اصبح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشكل رسمي فعلا الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الكابتن حسان حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خالفا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عقب خروج المنتخب المصري من بطولة كأس الامم الافريقي كما تم تعيين الكابتن ابراهيم حسن مديرا للمنتخب مسيرة الكابتن حسام حسن التدريبية بدأت في عام 2008 مع النادي المصري مرورا بالعديد من الفرق مثل نادي الزمالك والاسماعيلي والاتحاد السكندري ومصري للمقصة واسموحة وكذلك منتخب الاردن فطوال مسيرة والتدريبية تولى الكابتن حسام حسن التدريب للمصري خمس مرات كما قاد نادي الزمالك مرتين والاتحاد السكندري مرتين وهنستعرض أبرز المحطات في مسيرة الكابتن حسام حسن التدريبية فبدأ حسام حسن مسيرته التدريبية مع النادي المصري في 2008 وقاد الفريق في 27 مباراة حقق خلالها 9 انتصارات وتعادل في 11 مباراة وخسر 7 مباراة والتجربة التدريبية التانية لو كانت مع فريق المصري الاتصالات في عام 2009 في محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط ولكنه لم ينجح في ذلك فقاد الفريق في 9 مباراة حقق خلالها 3 انتصارات وتعادلات 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 هزائة وبعدها تولى الكابتن حسام حسن تدريب نادي الزمالك للمرة الأولى في عام 2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2011 واحتل معه المركز الثاني في الدوري العام المصري وخلال هذه الفترة قاد الكابتن حسام حسن الزمالك في 55 مباراة حقق خلالها 31 انتصار و16 تعادل وخسر 7 مرات وانتقل بعدها الكابتن حسام حسن لتدريب نادي الإسماعيلي في عام 2011 وقاد الفريق في مباراتين فقط ورحل سريعا ثم تولى تدريب المصري لفترة قصيرة أيضا وقاد الفريق في 3 مبارات فقط ورحل والفريق الخامس اللي قاده الكابتن حسام حسن وكان فريق مصري للمقصة في عام 2013 وقاد الفريق في 10 مبارات حقق خلالها فوز واحد وتعادل في 4 مبارات وخسر 5 مبارات ثم بعد كده تولى تدريب منتخب الأردن في العام ذاته تولى الكابتن حسام حسن تدريب منتخب الأردن في أول تجربة له مع المنتخبات العام ذاته يعني احنا بنتكلم على عام 2013 حسام حسن قاد منتخب الأردن في تصفيات كاس العالم ونجح في التأهل إلى الملحق النهائي المؤهل لكاس العالم عشان يلعب ضد أرجوي بقيادة لويس واريز وكافاني وباقي الجيل الزهبي قبل أن يخصر في مجموعة المباراتين زهابا وإيابا بنتيجة 5-0 ثم عاد للزمالك مرة تانية في مسيرته التدريبية في عام 2014 لكنه لم يستمر قصيرا مع نادي الزمالك وقاد الفريق في 6 مباريات فقط وخلال هذه الفترة لعب نهائي كأس السوبر المصري ضد النادي الأهلي وخسر فريقه المباراة برقلات الترجيح ثم انتقل إلى فريق الاتحاد السكنداري فانتقل حسام حسن بعدها لنادي الاتحاد السكنداري في عام 2014 وقاد الفريق في 35 مباراة حقق خلالها الفوص في 12 مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر في 10 مباراة ثم عاد مرة أخرى للنادي المصري فتولى الكابتن حسام حسن تدريب النادي المصري للمرة الثالثة في مسيرته وهذه أطول فترة استمر فيها مع فريق واحد خلال رحلته مع التدريب فاستمر الكابتن حسام حسن لمدة 3 سنوات في الفترة من 2015 حتى 2018 وقاد الفريق في 137 مباراة حقق خلالها 66 انتصار وتعادل في 41 مباراة وخسر 30 مباراة وفي هذه الفترة وصل النادي المصري إلى نهاية كأس مصر في عام 2017 قبل الخسارة أمام النادي الأهلي وأيضا وصل إلى نهاية السوبر المصري قبل الخسارة أيضا من النادي الأهلي وكذلك قاد الفريق لنصف نهاية بطولة الكنفدرالية الأفريقي وتوجه الكابتن حسام حسن بعدها لتدريب نادي برامدز في عام 2018 ولم يستمر كثيرا مع الفريق وقاد فقط في 11 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات وخمس تعادلات وفي عام 2019 تولى الكابتن حسام حسن تدريب نادي سموحة وقاد الفريق في 25 مباراة حقق خلالها الفوز في 9 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وهزم في 9 مباراة وعاد الكابتن حسام حسن لتولي تدريب الاتحاد السكندري للمرة الثانية فيما سرته في عام 2020 واستمر على الفريق لمدة 52 مباراة حقق خلالها الفوز في 17 مباراة وتعادل في 17 مباراة وخسر 18 مباراة وخلال هذه الحقبة قاد الفريق لنصف نهائي كأس مصر قبل الخسارة أمام النادي الأهلي ثم عادة من جديد لقيادة النادي المصري وفي تجربته الرابعة أمام فريق النادي المصري عادة حسام حسن في عام 2022 واستمر مع الفريق لمدة 15 مباراة ثم رحل عن المصري وعادة بعد عدة أشهر من جديد لتدريب الفريق للمرة الخمسة في مصيرته واستمر معه في 21 مباراة وآخر محطات المدير الفني حسام حسن في التدريب كانت مع فريق مودر فيوتشر فبعد رحيل المدير الفني البرتغالي لقاردو من مودر فيوتشر أعلن النادي تعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لنادي فيوتشر لكن بسبب اختياره لتدريب المنتخب لم يتولى فيوتشر في أي مباراة وده يقدر يقول لك قد إيه المدير الفني حسام حسن كان حظه كويس بتدريبه لفريق مودر فيوتشر وكان مودر فيوتشر وش الساعد على الكابتن الكبير الكابتن حسام حسن اللي بعدها تولى تدريب المنتخب المصري بعد رحيل المدير الفني روي فيوتوريا في خطوة أولى مهمة جدا للكابتن حسام حسن مع المنتخبات الكبرى زي المنتخب المصري فالجميع كان يطالب بمدير فني لمنتخب مصر وأن يكون وطنيا ونبعد شوية عن المديرين الفنيين الأجانب اللي لم نحقق معهم أي بطولات في بطولة الأمم الأفريقية ففي النهاية هل ينجح حسام حسن في قيادته للمنتخب المصري والوصود إلى كأس أمم أفريقيا عام 2025 وبطولة كأس العالم 2026 وهيعمل إيه في أول استحقاق بطولي له مع المنتخب مصر في البطولة الودية اللي هيلعبها في المبارات وهيكون موجود فيها الفرق الكبرى زي فريق تونس وفريق نيوزيلندا وأيضا منتخب كرواتيا هذه البطولة هتكون مكونة من مباراتين مباراة في نصف النهائي والفائس في نصف النهائي سيصل إلى النهائي والخاسر سيلعب على المركز الثالث والرابع فأنا أتمنى التوفيق للكابتن حسام حسن في هذه البطولة وفي المبارات القادمة مع المنتخب المصري عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة مع تحياتي لكم جميعا كريم جميل الدين اشتركوا في القناة